فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ونهانا عن التشبه بهم قطعا للصلة بيننا وبينهم في أمور الدين وأمور العادات التي لا فائدة فيها أما الأمور التي فيها فائدة فهذه الأصل أنها للمسلمين خلق لكم ما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فالأصل في المنافع أنها للمسلمين قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الأصل أنها للمسلمين وليست للكفار لكن لما تكاسل المسلمون عنها أخذها الكفار وكان الواجب أن المسلمين يستردونها فهذا ليس من التشبه هذا من الأخذ بالمنافع التي خلقها الله لنا وأمرنا بأخذها أما التشبه بهم في التوافه والأشياء التي لا خير فيها ولا فائدة منها ولا نتيجة لها فهذا هو التشبه الممقوت لأنه يدل على محبتهم لأنه يدل على محبتهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن ولو كان يبغضهم لما تشبه بهم